متجاوزة حدود التصريحات ترتفع حدة التصعيد شرقية المتوسط بين النظام التركي واليونان بعد رفع الأخيرة حالة التأهب العسكري القصوى على خلفية إرسال تركيا سفينة أبحاث للمسح الزلزالي من أجل البحث عن النفط والغاز جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس دعا إلى اجتماع عاجل مع قادات الجيش في وقت اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية أن عملية النظام التركي الأخيرة تصعيد خطير وتكشف ما تمارسه تركيا من دور لزعزعة الاستقرار في المنطقة التأهب اليوناني جاء بعد إصدار النظام التركي تحذيرا بحريا يعرف باسم نافتيكس الذي يتحدى اتفاقية يونانية مصرية أبرمت للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط مكتب رئيس الوزراء اليوناني أعلن أن أثناء ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن ممارسات النظام التركي في المتوسط مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ستقدم طلبا لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد من أجل عقد قمة طارئة من جانبه زعم وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أغلو أن التحركات التركية هي من أجل الدفاع عما وصفها بحقوق القبارس الأتراك شرقية المتوسط مشيرا إلى أن تركيا تعتزم منح تراخص للشركات من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط نهاية شهر آب أغسطس الجاري بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع قبرس واليونان في ظل التوتر مع النظام التركي بسبب ممارساته شرقية المتوسط معتبرا التحركات التركية هناك غير شرعية ترجمة نانسي قنقر